أطقن الإنسان الإماراتي فن التعامل مع البحر بطرق وسائل احترافية ترجمتها أدوات الصيد وهذا هو حال جميع سكان الساحل في العالم فإن لكل بيئة ومحيط اختلاف في طرق الصيد اليوم سنتعلم معكم الطرق الإماراتية القديمة في الصيد يا مرحبا بكم في يلستنا اليوم على السيفة وسوالفنا اللي دائما تتجدد مع مشاهدين أبو عبد الله وكذلك أبو عبد الله لمسيكم الخير ويا أبو محمد أياكم الله اليوم يبعتنا عاد نرمس عن الصيد وعن البحر مثل ما خبرت المشاهدين من شوي في بداية الكلام بأن الصيد كان هو الأساس في حياتكم الأول وكان هو الرزق الوحيد والأساسي في السنوات الماضية نتكلم عن الأربعينات والخمسينات وحتى واخر الثمانينات الستينات حتى من الستينات سبعينات بعدنا وهي البرية وهي الأذاك لا باتر كان الصيد هو الأساس لا باتر طبعا لا باتر ولكن الآن نظهر عندنا أشياء يديدة ظهرت عندنا أمور كثيرة نقدر نعتمد عليها بغير الصيد أبو عبد الله أبدأ وياك مثل ما بداك بمحمد اليوم نقول بأن الصيد كان هو الأساس نعم ولكن على رمزة الأولين يقولون بأن تغير الحال شوف الصيد ما تغير شيء فيه الصيد هو صيد أبونا وإجدادنا وإحنا نشينا بعد من وراء أجدادنا وأبونا تعلمنا مهنة الصيد وعرفنا الصيد أنه حكمها للإنسان يا السلام حكمها للإنسان والبحر هو بروحه يعني يعطيك نوع من الدروس الذوق نحن نحين نحن ما نروح البحر لكن ما نصبر أن تبرد السمش يا السلام كيف؟ لش إذننا متربين وغايصين فيها أنا أشهد نقوم من الفجر دي كل يوم يوم نقوم نحصل السمش على اليال على قولته لأولين في البار يعني صاحب الضغوة يضغي وصاحب الحداق يطلع الحداق وإذا ضغت العاملة تعيش اللي موجودين في البلاد كلهم يا السلام والناس تفرح يوم تضغي الحاملة نحن نضغي في البندر وضغت في المطلع المطلع آخر شيء عند الفندر نركض ركيض من هناك إلينا نوصل المطلع يا السلام عشان بس نشترك ونحصل من الضغو عادة حتى يقولون أبو عبد الله بأن من المهن الذي يجب أن نحن نحافظ عليها مهنة الصيد نعم يعني كثير من أهل دولة الإمارات أكثر أيةهم يقول بأن الصيد كان هو أساس في عشتنا الكريمة التي نحن نعيشها الآن نتكلم عن هذه المهنة كيف كانت هي الأساس بتطورنا بحاضرنا في مستقبلنا نحن نشوفه في السنوات الآية مع تطور الزمن وتغيراته طال عمرك الصيد والسمك كان رزق الأوليين ولا زلنا ما في استغناء عن الصيد طبعا بالعكس كل مايات فترة وتجدد الأمور صار طلب على السمك أزيب صحيح ونحن من القدم الآباء والأجداد علمونا يعلموك من يوم الصغر عمرك ست سنين تكونوا أول شيء ولد تروحوا إياهم تنزف الشاحوف تسوي لطلة مال الميداف يعلموك كيف تود الشاحوف هناك في البحر وتي سباحة عنه وبالليل الفجر ترجع تروح تجيبه وتيه وهذه شغلتهم فعلى مرة زمان الصيد متوفر لله الحمد وأول السيد متوفر ما تبغى يعني يد الشباك اللي أنت الآن تسويها بالآلاف صحيح لا الميدار حديدة تعويها الخيط تجيب هدوب تقعد في البيت أنت والعائلة أو واحد متخصص يعلموك كيف تسوي الخيط هذا من هدب صغير لكن عشرة أهدوب ويقلدوها مرة يحيسوها ويسوي ليك خيط يا السلام وييبوا الميدار سيم يعوب بس الميدار الكبير اللي يسووه هو اللي يصيدوا فيه اليريور هي اليريور طبعا ترى المياد يرى حجام عدنا هي حجام من الصغار إلى الكبار هذه الخبرة الأولية أبو عبد الله ولكن يعني أنا في مرة من المرات كنت أسوله في أحد مشيابنا الله يعطيهم الصحة بالعافية أبو محمد يقول لي عاد خبارة أتأكد من هذه الخبارة من عندك نعم يقول حتى الأول طعم السمك غير نعم موادري هل السمك طعمه تغير بعد عندنا هالفترة الآن حتى الرطب نفسه حتى الرطب نعم نحن نسؤالك عن السمك عن السمك أترى أقول لك الرطب والسمك كلها نفسه الأول عندنا نحن الأمطار الأودية هاي اللي تنزل من الجبال وهذا كيف الطين ينزل في البحر عندك الشبأ اللي يجيبها الطحالب هالي يسمونه نعم نقول الشبأ الأول هاي عندنا اللهجة المحلية هالا ترعى من للأسمك ما في تلوث هاي اليوم يوم تاكل السمكة إذا شويتم منها تروحها حين من البلد هنا ما شاء الله من ريحاتها ليش وش ماكله طحالب ماكل السمك ماكله البرية ماكله عومة هاي كله في جسمها هذا ما في شيء شروى اليوم مماشا اليوم تغير السمك طعمه هذه المخلفات البواخر صحيح البترول لهذا يسقط الألقاع الأسمك تاكل منه والله يا صحيح هذا تغير طعم السمك بواسطة هذه البواخر المواد هذه اللي يرمونها في البحر ياسع الأول هذه ما موجودة إلا الشبأ اللي بقول لك هذه الطحالب وتاكل الأسماك الصغيرة البرية اسمك العودة هي تاكل الصغيرة الصغيرة ولأفضل تاكل الصغيرة أو الرمل نعم طعم السمك الأولي أحلى عن طعم هذا مليون مرة مليون مرة وين يتحصل على الآن الأيام هذه ولم يتحصل لم يكن مجال ويتطلوث هذا حينها منه إليها أحر هذه البحر تراه الساحل كل وهذه تلوث البواخر كرمينات والزيتها زيوت على الساحل تغير علينا سيدي الأول ما شيء هذا لا موجود قبل كنا نشاهده ومثل ما سمعنا منكم بعد بأن طرق الصيد اختلفت وتعددت أبو عبد الله نعم يعني عندك الصيد بالخيوط الصيد بالشباك عندك أنواع كثيرة من أنواع الصيد ذيك اليوم طال أمرك هو ليش شيء مثل ما قال محمد وقال اسمه أن ذيك اليوم العبث قليل يعني العبث قليل واصحاب اللي يعبث البحر هم أصحاب البحر يا السلام أصحاب البحر هم يعبثون البحر فكل يعني عندهم مواسم يعني موسم للبرية وموسم يبتدي الحدق وموسم يبتدي البايت هذه كلها موسم يحدوا لها صاحب البرية ببريته صاحب الحدق بحداقه يعني كلها صاحب القراغير اللي يملك قرقور ولا قرقورين صح و لا يصيد أكثر من حايته يصيد زبتك و لا يقيمة لا يقيمة نحن نذهب و نضغي هنا هذه الساحل الأولية هذه مضغة سمج هذه مضغة سمج نضغيه في الليل تشحن العوامل و أين سمجة راحت انتهت سمجة صحيح مثل ما قال الأولين راحت و يا أصحابها أول مناصب الخباط عندما نزير الرود الليق نحصها متشكل مثل عومة و أين رح حتى اليوم الخباط لا يطعم الأولين نعم لا يطعم كل السمك لا يستطيع أن تأكل كما كل البهارة يختلف بعض لا طلعت الأيام كما قال المحمد المرأة 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 يجل زكا هذه المرأة هذه الموديان سبع ثمان مرات في أيام القيض تعدر ما إن شاء الله كل نوتية كل البحر زي نهر يعني أبو عبد الله قبل لا نسير لطرق الصيد خلالي نقول الطرق المستخدمة في ذيك الأيام المراعي كانت موجودة على الساحل الشرقي على مد الساحل الشرقي أبوي المراعي اللي أنت كنت تذكرها في ذيك الأيام ويمكن سرت لها في بعض الأحيان والله المراعي مثل ما قالوا الجماعة هي البرية موجودة الصيمة صغار مثل ما قالت سمك الكبار إي عليها هذه مواسم إي على الأمطار الأودية هذه كلها مراعي بس هناك يختلف شو ما كان ضغط على الصيد مثل الحين ألفين طراد كان واحد يروح أربعة نفار يأبوا قدهم وقد السوق وتم للظهر ما أحد يشتري وزعوا على الجماعة لكن الآن ضغط صارت المراعي انتهت المراعي انتهت الأمطار يعني مدة ما يأتنا أمطار وكان مثل ما قال أبو عبد الله مواسم موسم للخباط شهرين موسم للبرية شهرين البرية هذه تجيب جميع الأسماك البرية الصغيرة هذه هي عليها جميع السمك من كنعاد من خباط من قباب من كل شيء ماشا الله بس القباب ما ينصاد بالدوباية ما ينصاد بالخيط الذي في طعم هذا ينصاد بالليخ وينصاد باللفح يلفحوه يا السلام الميداف يروا الشاحوف يروا أربعة يروا واحد بالصدر واحد بالتفر من روش ويروا نشبت لكن بتوحلها طعم ما تأكل هذه ما تأكل أيضا الضلع التوحلي طعم ما يأكل يعني لازم تعرف قوع توين قوع توين القباب على فوق ما ينزل تحت يشحي وانت تلفحو إلا إذا كان مسوي لي ليخ ليخ عبارة مثل ما تقول دائري وليص داغ يدش بالليخ ويضرب نفس الخباط اليريور لا اليريور طال عمرك أنا عندي جربت البحر المتعب القباب المتعب أول رقم واحد الخباط الخباط لكن اليريور عندي أسهل شي هذا اليريور أسهل شي أسهل شي هذا يعني متوحش وجارح يعني الجارح اللي هو يأكل سحبته قوية وسحبته لكن أسهل شي هذا سواء بالشباك ماله سواء يومي يصيدوا بالحلقة اليودر بعد صعب 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 اليودر ويحتاج لها فن يحتاج لي فن وكل يوم لازم تغير يعني اليوم بتسوي لي صدق باكر ما باكلها بتجيب لي عومة بتجيب لي صيمة عبد الله على طريق القوعات على القباب وعلى اليودر وعلى غيرها من الأمور عبد الله قبل كانوا يسمون هذه قوعة فلان وهذه قوعة فلان نريد أن نأخذ العلم عنك لماذا كانوا يسمونها هذه اللي سلمك كانوا أول عندنا هواري مثل الجماعة هناك عندهم شوش فالصابة هذا هيبل في البحر فسمى هذا يبل فلان اللي هو أول واحد أول واحد الصابة عليه هي فأين راحين اليوم نروح يبل فلان يا السلام هذه معنات اليبل هذا اللي هو بالصابة عليه هذا حل يسميشه يا السلام و لحد الآن نحنا بنشرينهم لحد الآن لحد الآن لحد الآن نحنا ونحرر ناشئينهم هي نشرهم بيبل بيبل أو بحل نروح سيد على ذلك اليوم ما فيه عندنا هواري نطلع فيها في الصبح أيام القيض هي حلقنا في الصبح ونطلع النيمة الأولية هواري نفرين فيها أو ثلاثة هواري حوالي عشرين خمسة متر ستة متر نرميها ديف ليه نوصل للموقع نطرح وذي كل يوم نسميشه في القيض متصابية اللي يروح شمهال واللي يروح كوس وني الله سبحانه وتعالى إذا ما حصل طراحة ما حصل علقت عليه شوية يا السلام من يض شيء راح التفر قال ننزل حصا يبل من نشان اليبل شنو اللي هو السمانة والمعوز هذا معناته الصابت على اليبل أما الكوفرة والصالة هذه لا هذه تشود حائر اليبل لا تشود على القوعة من نفس المسلطة لن الساعة ثمانة تسع دار الهوالكوس خطفنا بهوارينا خطفنا بعد الساعة نتقلب اللهوريا قوعة منو تذكر أبو عبد الله من ذلك الأيام قوعة منو تذكر قوعة منو تذكر منو قوعة الله يرحمون لحب رشود لحب القلعة لحب غانم لحب العماني يا السلام كل الحوف و لحد الآن نروح لنا لحد الآن حين حضناها بالجبيل هذا هنا في خور فكان خور فكان و عندكم أبو محمد في خور كلبه عندكم بعد نعم خبرنا عن القوعة الموجودة هنا عندنا قوعة اسمه ملقوط هذا ملقوط هذا ملقوط هذا ملقوط واحد حصله من الجماعة وسمهه ملقوط لكن أكثر رأس الشمالي كل سمان ما قال لحين أبو عبد الله ما تحصل عليه فكان أبو عبد الله و من على طول كله شعري وصافي والهيمة و موجود عندنا المشيف عندنا الحصاه ما شاء الله هكذا سامي جبال 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 نعم هذا الشمال هذا الشمال يبرشدوه الحصاه الحصاه البحرية والسيحلية عندنا في خور كلب الحصاه و في كلب الحصاه عندنا حمل قوط عطني بلقوط يبالكوس اللي عند النقا بحر النقا سيدة اول تسيل لبميشان تطلع لمتفر تحط مرة التفر سيدة وعندك وانت تمشي لازم اليمب بعد ميشانهن في اليمب ها خذ اليمب قال نعم قال عيوصلنا تمر سيدة اليمب اذا ازل اليمب كده قال لنا حطلعنا بحر عنه لازم تنزل وياخذ اليمب مرة في نفس اللي بحطنا فيه مرة وخلاص صابي تنزلت خطأ وصلت الى دبيا مغطط هذا القوعى من شان تطلع ومن شان يمب نحن هذا اللي عندنا هناك ممكن عندهمهم بعض لا لا نفس الشيء لا إذا أشير ويضع اليم ما صابي نشانين عندنا نحن مثل ما قال بمحمد بعض الساعات تراحلنا يشعرين في البر نحسبه القلعة، الركبة، ملاحة، راس النقل هذه تطلع من راس قدفع ورايح نزل؟ أنا أبي أطلع وين؟ على راس النقل أطلع راس النقل من هناك وطلع الميلس هذا الميلس هاي القصر اللي فيه قصر الشيخ هاي يسمونها الميلس الميلس هاي الميلس هاي الميلس بسمينا احنا يا السلاع اذا كان السقي، اتضلنا على السقي اذا كانت الثبر؟ عدلنا على السقي لا لا لها مرت بحر نفسي ياشئين نفسي ياشئين؟ نفسي ياشئين، تربطه بنياشئين نحن بحر نيادة عندنا 25.20، هنا قريب شب أبحر شيء يعني تطلع إبال مالشيس هي النشينها في الإبال مالشيس ما شاء الله إبال شيس و تنشنونها في البحر تطلع إبال مناد و نشينها فيه ما شاء الله اليوم نحن نطلع إبال شيس إذا أغزرت السبكة بحرات أيام الجيت ترات بحر شوي هي نروح لها بحر واليوم دار الهواء خطفنا بالهواري ما شاء الله شكنا سمجنا وسكنا جزمنا و ربطنا يوم أني هنا بحلق البندر ترى يدور الكوز نتقلب ما شاء الله هي هوري صغير هوري نتقلب على وشر مال مالبار هي يبون هوري وما يطلع عنكم نرد العدلة يرد العدلة نرد العدلة وننزوه نرقب فيه ونقتل أما عندنا نشاء يلا هشاء يامان ماذا؟ إن فابشة لا تنقلب عي الماء عادي بس ما قال إذا كان واحد عنده يدوخوها هذا محطنا على الغصول هذا كله على محط نسوي عمامي خلف الشاجة مقلبت مان قلبت و عندنا ركب دانية يبون أنبي قال قبلاني اليوم ضاء حادث بالشمال بقى بعشر عشر عوجة هي عشر ومئة عشر ومئة عشر ومئة ما شاء الله غلبنا عينا نبتنبعد قاننا بعد بثلاث ثلاث هاكبعة بأربعة هاكبعة بخمس يوم آخر أسبوع نتحاسب إذا أربعة نقص على خمس ريالات على عشر ريالات على عشر ريالات يطلق أمه للجيم أمه للأخيط لكن عشر بيات هندي لا أتقول عشر ريالات لا أتقول عشر ريالات نبتنبعد قولي يخال هذه يوم تحاسبوا إذا في أنا وأنتين طاحت أعطوهم أعطو الحق العام أعطو الحق العام ها يوم تحاسبوا إذا أحد قاعد يجب أن يعطوهم على أنتين أمه شاء الله أزين أبو عبدالله شيريك بعد موضوع الطعم نعم الطعم الذي كان يستخدموننا في ذلك الأيام من نحن الذين نعرف الآن لدينا صيمة والعومة على ما أعتقد ودينا ما بعد من النغر النغر بعد الأصغار نعم الأول كان نفس الطعم أو تغير نفس الطعم ما تغير أبدا برية الصيمة العومة لكن 50% النغر 50% النغر لماذا عاد؟ متوفر والسمك يحب النغر و لا يملس سرعة اسمكة الماقيم يضرب اسمكة يقول ملسك النغر لا يتحمل يتم في الميدان نعم نعم لماذا عادة ملحون البرية قبل أن يضعونها لماذا عادة؟ هذا يوم يثلقونها لأن يومين ثلاثة أو بعدين تستوى صلبة يومين ملحون تستوى صلبة يومين ملحون تستوى صلبة تستوى صلبة إذا كده ما مملحها سيدة من تضرب السمكة طاحت إذا مملحها تم تشد شوية يا سيد هناك شديد يربطون البرية بخلقة ويلووها ويتوحوها ويلبلد تحت يوم توصل هناك نشعو تنثرت البرية ويتضارب عليها السمك ويتجمع وصير الصيد أزيد ما شاء الله لكن بالمحادق لا نحن عندنا هناك كل مكان اسمه المحدق والسمك محدق بس اللي جسور ما قالوا للجماعة اللي جسور يجي عليها الهامور والسمان والشعري ما شاء الله الشعري مكود كل واحد تنزل على الخيط ثنينة ثنينة نزل أول بادي إذا كان ماشي ماية بس نص باع تدمينة من الخيط نص باع مرره قدبة لذلك وين نوبي أخذها شعري ما يأخذونها قبل؟ لا لدينا مكود طبعانة طبعانة من السمك كنت تتردع الميادير أنا قليل شعري أنا عندي يقول الشبكة كيف صيد؟ صيد بياه أنا أردع على الساحل أنا أردع مرة بالساعة عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين ما شاء الله أزيل أربع ترديعات للميادير أو خمسة حسب كل يوم لا يوجد ما شيء؟ لا لا ثلاثة و أربعة ثلاثة و أربعة نسوي و كلها تضرب مرة وحدة ما شاء الله كلها مرة وحدة ما شاء الله أربعة للقباب و خمسة ما شاء الله وتسحب يسحب الدرية من تضرب الأول يضربوا كلهم إياها ما شاء الله هذه ترديعة هذه أسهل شيء هذه تشقيط القباب يضعون أربع صواريخ يسمونهم صواريخ نعم أول ما كانت هذه الصواريخ كان نصب رصاصة نعم رصاص بس و ميادير نضع فيه نحن نسوي بنفسنا يعني ما كانت الحين يعتني دشت عليهم الأشياء الهدي أول لا نصب رصاصة و كل يوم بعد و عندنا شيء نحفر في الأرض نيب سيفة أو نيب الفشتة هذا ما للنغر و نحفرها و نصب فيه نصب فيه نصب فيه الرصاص و نحط قبل لا يسلسهمونه نحط الميدار فيه ميدار واحد ميدار واحد بس ميدار واحد و نصوي صواريخ هذا يوم نطلع نلفح يتم عندنا هذه الصاروخ سنة بس نحكه ما نستبدأ نحكه و يلمح و قطرت له يضربون مثل ما قال محمد نحن نضعهم ثلاثة و أربعة و نضعهم باركود و نضعهم و نضعهم أو لا لا يوجد شيء نطلع و نلفح لنا عشر دقائق ساعة و ساعتين كل طرات يبقى ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ و نضعهم أيضاً و نصدقها و نصدقها من الأربعين و نصدقها و نصدقها و نصدقها تقولها و هذه الطوفان و نضعها و نصدقها و لم يأخذها و لا يأخذونها عندنا نحن في الألياخ هذه الألياخ اللي أقول لك الألياخ البيئة أول الضكة الضكة مئتين مئة 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 وخمسين الضكة يوم السير يقول ضربة وكان واحد صره وقال جالبا الليخ الليخ البيئة أول نو يأخذها وهي ضلع مئتين ألاث مئة هنا بحر أربعة ما شاء الله الخباط ناس يصيدوا ألفين ناس يصيدوا ألف ناس أربعمائة خمسمائة ما شاء الله يعني هذا خلال ساعتين الخباط هذا يوم يكون موسم وها كلها بالخيط لا الخباط الخباط أول الخباط بالليخ الخيط ما نطريه ما نطريه الخيط أول ما نحتاج للخيط أول ما نحتاج للخيط أول من الدش الثلاثين يسير الخباط نستعد لإعاد هنا كل يوم الياخ كلها بي نيب البي من الهند والغزلة وبعدين نحيسة وبعدين نطريه روحنا نطريه نعم نطريه نحن ما نقول نطريه نحن نقول نعقده لا نعقده لا نعقده نحن نقول حق الغالب هذا مال برية هذه كيف تسمي أطراق نحن نطريه نحن نطريه نحن نطريه أيضاً إذا كان الليخ ناصح تم يعطونا إذا غاصوا و رأيت الليخ هذا يسمونه ما ناصح خاين خاين راحوا و شلوه و قدوا مرة أخرى لازم يكون المسو شوية متقدمة على الكربة لا تكون الكربة متقدمة ولا مسورة مواشاً بخاين ماذا؟ قد يومية موسم الخباط ننصب كل الإنسان يقول له حشتين حشتين ثلاث أربع يعني موزع موزع البحر موزع البحر هذا فلان هنا حشته هذا فلان حشته هذا فلان حاجته ماذا؟ ماذا؟ شوف الجدام هي الجدام نازل والثاني بصفو لازم يكون نازل لكن إذا تعلّع عليه ما هي الخباط يارو ما هي الخباط صحيح مطوف عنه فمتعاونين ما شاء الله زين هذا هو التعاون نصبنا على الخباط هاي إذا أدّى الصمع رحنا شوفنا على اللياخ شوفنا على اللياخ ناصع زين تغوص نغوص لين غواصع صحيح يوم تزل عصر يوم تصير تروس تشوفه ضاغي بصنا ما شاء الله إذا الليخ خاين يدش بنا ويطلع بنا ما شاء الله إذا الحصاب ما للليخ خاينة هاي ترى هذه الحطة فيها حصا لناك صداق واني بعد حصا هاي و لازم نغوص عليها نأكدها وين محطوطة لازم أنت بالظهر بالظهر الثاني تسيده ماشا نفس المهمات يعني هو أهم ذو الأمر قبل الله إذا ما نحب العالية شو الأصداق ما أي العالية حوالي أول بعد يقول للصمع وبعدين الحلوى وبعدين العالية وبعدين الظهر هاي بمحمد أهمها هذا الليخ أهمها بنقولها بأن قبل كانوا متعاونين حتى في الصيد و طلعات من البحر و كل واحد طالع في طرادة أو في القارب كلهم بعدهم متعاونين نعم هذه السوالفة الطيبة اللي نحن دائما نسولف عنها نقول أهل البحر يعني عندهم مدروسة كثيرة نعم و عندهم يعني من الكنوزة الأولية والقديمة لدولة رمالات ولهذا الساحل امتدادة من الشرق لين الغرب هم عندهم هذه الكنوزة اللي نحن دائما نتعلمها و نسمعها منكم إن شاء الله سنكمل سؤالفنا في أمور ثانية عن البحر في حلقاتنا الياية أشكركم أبو عبد الله أبو محمد و إزاكم الله خير و علومكم طيبة و إن شاء الله نأخذ علومكم في حلقاتنا الياية إن شاء الله و ما قصرتوا طبعا اليوم مشاهدينا وصلنا معكم لختام هذه الحلقة إن شاء الله سالفتنا الياية في يلستنا على السيفة في حلقة ثانية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة